تتميز صنعاء القديمة بمبانيها التاريخية التي بنيت منذ القدم ولا تزال عامرة حتى الآن ويعد مسجد الطواشي ضمن أقدم المساجد الموجودة في صنعاء شرقية طريق النافذة من سوق عقيل إلى جهة الزمر وباب شعوب وقد بني هذا المسجد عام 1619 للميلاد بناه مبروث الهند إلى اليمن المسمى بالطواشي والذي سمي المسجد باسمه هذا جامعة الطواشي قديم لأنه بناه رجل صالح اسمه الطواشي هذا قبره موجود لجانب الجامعة وجانب الجامعة برضوه كذاك حمام الطواشي حمام بخاري يعني يقوله حمام التركي زي ما كان يقوله زمان يعتبر جامعة الطواشي هذا الأصل اسمه جامعة عباس هذا عمام قل في جامعة صنعه هذا قل في جامعة صنعه أنه جامعة العباس في ذا جاء المبعوث هذا الهندي بقال شي عمال محسنة هنا يعني عمل هذا الجامعة في قامه وعامل الجامعة هذا وهذه الجامعة وزمه بزمه جامعة طواشي سميه جامعة طواشي حتى قبل حكو ذهن موجود بعد الإمام المهدي العباس جاء ابنه عبد الله بن المهدي العباس وعمل في هذا الحارق كامل دارة طواشي كانت تسمى دارة الإسعاد كانت تتكون من 360 غرفة وكان معي 360 جارية فعل دارة الإسعاد من الركن العدني لجامع أزدو مرباشة إلى نهاية إلى عند بيرل الرباحي الذي الآن تسمى سوق الربوعي وقد بني هذا المسجد أثناء إقامة الطواشي في صنعاء كهدية لمحمد باشا والذي تمت زخرفته بالنقوش والعقود وأضيف إليه حمام بلدي تعود فوائده إلى المسجد ولا تزال النقوش والكتابات الموجودة فيه حتى الآن لكل من قام بتحسينه وتوسعته نحتات على الجص داخل المسجد وخارجه كان مع الجامع ما يقارب من 12 دعامة الآن أصبحين غير تس ثلاث أزيلت وتقارب الجامع طبعا كان معه كانت كان هنا في الجهة الغربية الذي كان الساد يدخل فيها يأذن أزيلت كلهن وتحت الجامع كان موجود جامع طبعا لوما أنهم جوي يجددوه كان تحت الجامع جامع طبعا مع عوامل التعريو والتجوية صنعها كلها طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه لوما جوي أثناء تجديد لترميم الجامع في سنة 94 وجدوا أن تحت الجامع كان بتجامع كما يوجد ضريح الطواشي إلى جانب المسجد من الخارج حيث أقام في صنعاء منذ وصوله وحتى مماته فيها ولا تزال الصلوات تقام فيه ويقبل الناس للصلاة في هذا المسجد حتى اليوم شامخا بجماله وروعة زخارفه وبنائه ولا تزال صومعته محافظة على الشكل الذي بنيت عليه حتى اليوم ترجمة نانسي قنقر